ممناسبة تغلق أمين عمر وطاقم التحكيم المصري النهاردة في هذه المواجهة معايا من البرتغال عبر زوم تليفون عبر الهاتف بيتور بريرا رئيس لجنة الحكام المصري يقول لنا رأيه في أداء طاقم التحكيم المصري النهاردة ويقول لنا كمان رأيه في وجود عدد كبير من الحكام المصريين في هذه البطولة بيتور بريرا مساء الخير مشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر مرحبا بكل فريق عمل برنامج رقم عشر أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم النهاردة على القناة المصرية مش بس كنا على القناة المصرية احنا كمان النهاردة عملنا المصريين أثبتوا للعالم كله أن هما قادرين بكل الاتجاهات أن هما يعني يوروا العالم قد هما حاضرين يعني في العالم كنا فخرين جدا جدا النهاردة بتاكم تحكيم بقناة الكابتن أمين عمر مباراة عظيمة جدا مباراة محترمة جدا حسينا أنها خرجت بشكل هادي جدا فكرة افتتاح البطولات دايما هي أمور صعبة جدا بالنسبة لأي طاقم تحكيم ولكن النهاردة كابتن أمين عمر والطاقم اللي معاه قدموا مباراة أعتقد يعني وإحنا شفنا كشعب مصرية وحتى المتابعين من أفريقيا أن هما قدوا مباراة جيدة رأيك إيه؟ مش بس حضراتكم اللي مبسوطين أنا كمان مبسوط من اللي حصل النهاردة أن يبقى فيه كيب كامل يعني فريق كامل مصري بيحكم في أفريقيا الموضوع مش سهل زي ما الناس متخيلة الموضوع مش سهل زي الدور المصري ولكن النهاردة أثبتوا للعالم جميعا والجميع حكام العالم الدوليين أنه هما قدرون أنه هما يعرفوا يعملوا يعني يحكموا بطريقة سريعة وبطريقة بروفاشنل مش شايف النهاردة أن فيه أي غلطات ممكن أي حد يعلى عليها النهاردة كان عمل جيد جدا من الفريق كله من كابتن أمين عمر وفريقه كله والفريق كله أدى بشكل كويس ما ظهرش أي حاجة من اللي احنا متعودين عليها في الدور المصري ما ظهرش أي صعوبات ما ظهرش أي حاجة الناس قدل بطريقة دولية كويسة جدا أنا نفسي مش متخيل أنه ده كان هيحصل النهاردة لأن النهاردة طبعا افتتاح وكان كل الناس على أعصابها فأنا ما كنتش متخيل أن الموضوع يزر بالشكل ده عظيم اشتركوا في القناة